موسيقى ذات مرة قرأت أن أحدهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيبت يا رسول الله فقال له شيبتني هدن وأخواتها وقرأت مؤخرا بأن الآية في سورة هود التي بسببها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هدن وأخواتها هي آية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون أنا أتصور أن شعور الرسول صلى الله عليه وسلم بعظم مسؤولية الأمر بالاستقامة أو باستجابة للاستقامة كيف يمكن للمرء أن يحقق هذه الاستقامة يعني شعر بوطأة هذه المسؤولية على كاهيلي عندما أنزلت عليه هذه الآية نحن على يقين مطلق وهذا إيمان لا يتزعزع أنه ليس أحد في الدنيا مثل استقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس استقامة على الإطلاق ومع ذلك كان يشعر بالله ومع ذلك يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت والآية جاءت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي خطابا لعامة المؤمنين فاستقيموا كما أمرتم بل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها دلالة عظم هذا الأمر وخطورة هذا الأمر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأعلى والأمر للأعلى هو أمر للأدنى بالضرورة ولكن أن يأتي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أوامر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تقرع الأسماع هكذا لخطورتها وللدلالة على عظمها يا أيها النبي اتق الله فاستقم كما أمرت هذا شيء ينبغي أن يقرأ في إطار المهابة العظيمة للخطاب الإلهي تبارك وتعالى للبشر النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق استقامة ويأتيه الأمر بالاستقامة استقم كما أمرت فيه بيان أن الاستقامة هي أمر من الله تبارك وتعالى لخلقه المؤمنين جميعا فجاءت بعد ذلك أن الأمر بالاستقامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ولا تركنوا هذا له علاقة بالاستقامة ممكن نتحدث عنه أنا قرأت للشعراوي يقول أن الاستقامة أمر في غاية الصعوبة لأنها انتهاج خط وسط ما بين ضدين وفي بعض الأوقات هدان الضدان يصعب التمييز بينهما يتداخلان كما يتداخل الضل والنور فكيف يتحرى الإنسان هذه الاستقامة؟ طبعاً هي استقم كما أمرت بموجب التعليم التي جاءتك قضية الاستقامة هي قضية في غاية الخطورة كما ذكرتم لدرجة أن الله تبارك وتعالى أمرنا في كل صلاة أن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم نحن في كل صلاة في كل ركعة في كل ركعة ليس في كل صلاة في كل ركعة نقرأ الفاتحة التي فيها إهدينا الصراط المستقيم وكأننا ونحن نصلي ونعلم أننا على الصراط المستقيم نحن بحاجة إلى تحري الاستقامة في كل أحوال حياتنا بمعنى أننا يجب دائماً في حالة بحث عن الاستقامة الاستقامة يجب أن لا تكون مجرد فكرة نركن إليها نقتنع أننا مستقيمين ونتركها هي حالة بحث دائم حالة تحري دائم لأنها فعلاً هي حالة صعبة جداً في كل واقع من وقائع الحياة في كل ظرف من ظروف الحياة يجب علينا أن نتحرى هذه الاستقامة ونبحث عنها وهذا ما يجعلها صعبة في الوقاية سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم شيبته هذه الآية وما كان في معناها أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه ضعيفاً وخلقه والنقص مستول على جملة أعماله فليس هناك في حياة البشر استقامة تامة دائمة متعارض مع طبيعة البشر كله ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبون فالاستقامة الكاملة التامة على الأمر بدون خطأ بدون مخالف أمر فوق طاقة البشر ولذلك مباشرة جاء بعدها ومن تاب معك وكأن الاستقامة هنا المأمور بها لا تغفل مسألة أن البشر خطائون البشر خطائون ولذلك الذي يحفظ الإنسان على طريق الاستقامة أن يكون دائما التوبة فاستقم يا رسول الله ومن تبعك من المسلمين استقامة الحريص على الطاعة الذي إذا أخطأ أو الذي إذا تعسر مرة بادر إلى التوبة فعاد إلى طريق الاستقامة وواصل السيرة فيها مرة أخرى لذلك لم يقل ومن آمن معك مثلا فاستقم كما أمرت ومن آمن معك ولا من أطاع معك قال ومن تاب معك لأنه لا يتصور أن يصل الإنسان إلى الاستقامة الكاملة إلا باستحضار حالة التوبة الدائمة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون عليكم التفلحون واستشعار النبي لجلال صلى الله عليه وسلم التعبير القرآني فاستقم كما أمرت لا كما استطعت هذا هو الخطير الاستقامة كما أمر الله فعلا فوق طاقة أي إنسان لابد أن إذا تأمل الإنسان لهذه الآية حق لها أن تشيب شعره وأن تزعجه إزعاجا شديدا لكن الله سبحانه وتعالى يتلطف بعبادهم باشرة ويقول أن التوبة تجبر ما تخافون منه من عدم القدرة على الاستقامة التامة الدائمة الكاملة فإذا تاب الإنسان قبل الله هذه التوبة وجعلها دليلا على صحة الاستقامة وسلامتها يعني أنا أبنظر للموضوع من جانب آخر يا صديقي العزيز سورة هود نزلت في تاريخ معين وهذه المسعلة مهمة جدا بعد حصار الشعب بعد وفاة خديجة بعد وفاة أبي طالب بعد الضغط الشديد بعد التضييق الشديد بدأت السورة يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لعلك تارك بعض ما يحى إليك يتوقع الكفار هذا الضغط الشديد أن ينال منك من ثباتك من عزيمتك أنت ومن معك فإذا في شيء متوقع من قبل جهة معينة معادية هذا المتوقع هو التراجع والخنوع والإنبطاح لذلك ابتداء إذن جول سورة كله سورة هود نزلت تعالج قضية واقعية هي أزمة ومتوقع عند المشركين تراجع وإنبطاح إذن ما هو العلاج الوقاية يعني هم وصلوا في ممارسة الضغط على الرسول صلى الله عليه وسلم حدا أقصى وهم يتوقعون أن هذا الضغط سينال من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فيستسلم فإذن أتت السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية عنه صلى الله عليه وسلم فبدأ بعد الآية هي مباشرة يحكي له القصص الطوال حكى قصة نوح وما فيها ثم كانت النهاية نجات وهلاك ثم حكى قصة هود وصالح ولوط وإبراهيم وفرعون وموسى هذه القصص الطوال كلها كل السورة قصص كانت هي تسري عنه صلى الله عليه وسلم طيب بعد أن خفف الله عنك واساكى في قصص كثيرة أتى التعقيب على هذه القصص بعد التعقيب المتواصل أنه يقينا في ناس بدون يبكون مستمرين على الكفر والضلال ويقينا في ناس بدون يآمنوا قال منهم شقي وسعيد ماشي جنة ونار طيب بعدين إذا نوصف وأخبرنا بالمآلات ثم طرح العلاج العلاج فاستقم كما قلت المتوقع منك أنا بدي أراها يا دكتور محمد إذا بتسمح لي بدي أقرأها بالسياسة ما بدي أقرأها الآن وهي تقرأ العبرة بعموم اللفظ لكن أريد أن أقف عند هذه الآية في الجانب السياسي لأن السياق كان يتكلم عن السياسة لا يتكلم عن الصلاة هنا ولا يتكلم عن الاستقامة في الصيام ولا يتكلم عن الاستقامة في الدعاء يتكلم عن الاستقامة في الثبات والموقف والمبدأ يتكلم عن قصة منتظرة كما قلت التراجع والأنبطح بل المداهنة بل التدليس والتلبيس والخلط ما بين الحق والباطل لذلك استمرارها تقول فاستقم كما أمرت ما هو الحل في مواجهة أولئك الذين يريدون أن ينالوا منك التمسك في مبدئك والثبات عليه طيب أولا طيب إذا تمسكت وقويت وتمكنت ماذا تفعل لا تطغى قال إياك أن تطغى لا تطغى الطغيان نحن الأساس أساس الحكم عندنا العدل أساس الحكم عندنا والسياسة قائمة على مبدأين أساسيين الأول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب والثاني وإذا حكمتم إذن ولا تطغوا طيب بعدين إذن فاستقم كما أمرت عم نحكي حل الوقاية حتى لا يحصل الانهيار فاستقم كما أمرت ومن تاب معك طيب ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير طيب في بعض كأن الله يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللصحب الذين حوله كأنه يقول له أنه سيأتي أقوام من بعدكم يفهمون الحلول في هذه الأزمات هو المداهنة والركون وإصدار الإفتاءات يفتشون في عقل التاريخ وفي شواذ الأحكام الفقهية ليبرروا لأنفسهم الانبطاع والولاء مع الطاغية وهذا لا ينبغي لذلك قال ولا تركنوا ولا تركنوا إلى الذين إذن البحث كله أبي تكلم عن شو أستاذي أبي تكلم عن سياسي حصار اقتصادي حصار اجتماعي حصار سياسي حصار فكري كل المجالات والاختصاصات حوصر 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 النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطغى لا تظلم ولا تركنوا إلى الذين دخلنا إذن ولا تركنوا بحث الركون هلأ منرجع منرجع الأهم منه بدأ بالنهي عن الطغيان والطغيان لا يتصور وقوعه إلا في حالة التمتين نعم أو هو مظنة نعم فكأن الآية تقول فيها وعد فاستقم كما أمرت ومن تابع معك فإنكم ممكنون يقينا فإذا مكنتم فلا تطغوا يعني فلا تطغوا هنا دالة أو فيها بشارة التمكين ضمنا ومن ثم انتبه إلى أن تربي أصحابك على الانضباط على العدل الكامل على التزام الحق على ألا تغرهم القوة على ألا يستبدوا على الضعيف ربهم على ذلك من الآن حتى إذا مكنوا لا يقعون في هذه الأخطاء التي تهدم الحضارة ثم بعد ذلك عاد إلى الحالة التي فيها النبي وأصحابه في ذلك الوقت ولا تركانوا إلى الذين أظلموا فتمساكم النار لأنه في لحظات الضعف شيخ محمد النفس البشرية بطبيعتها تبحث عن الحلول الآمنة هذه معركة شرصة طويلة العدو فيها يملك كل الأدوات يملكون السلاح يملكون المال يملكون الدعم الدولي يملكون المؤسسات النافذة في العالم يملكون قرارات الحصار وقرارات المصادرة وقرارات التأميم يملكون كل الأدوات المادية فلو أننا يعني داهناهم شيئاً ما ودوا لو تدهن وهم يتمنون ذلك ودوا لو تدهنوا فيدهنون فاللحظة قاسية وعنيفة والتضحيات جسيمة والحلول الوسط مقبولة والمبادئ يعني محفوظة لكن لا تمنع من هذا الذي يعبر عنه هذه الأيام بمصطلح البراجماتية البراجماتية ولكنك يا أخي يكون براجماتي قبل أن نذهب إلى الركون إلى الذين ظلموا أنا أعتقد إذا رجعنا إلى إلى بداية الآية الحديث عن الاستقامة بنية كلمة الاستقامة البنية اللغوية لكلمة استقم هي بنية فيها الكثير من الدلالات الاستقم هي فيها الألف والسين والتاء استقامة استقم الألف والسين والتاء في اللغة العربية هذه تسمى حروف الطلب أي أن الإنسان يطلب شيئاً استقم هو طلب الإقامة طلب الإقامة على الشيء الدوام عليه يعني بمعنى أن الاستقامة هي أصلاً حالة طلب للثبات بمعنى أن الإنسان في استقامته لا بد أن يكون في حالة طلب من الله تبارك وتعالى أن يثبته على هذا الطريق القويم وعلى طريق الاستقامة لذلك جاءت إهدنا الصراط المستقيم هذا أولاً الأمر الثاني جاءت ومن تاب معك ما ذكره الدكتور حاتم مهم في قضية أن التوبة هي علامة أن الإكثار من التوبة هو علامة استقامة لأن التوبة هي جبر الانحراف الإنسان عندما يخرج عن الاستقامة عن الطريق المستقيم هو حالة انحراف هذا الانحراف ما الذي يجبره يجبره التوبة وفيها معنى آخر أن الإنسان بل الجماعة إذا أرادت المسلمون إذا أرادوا أن يستقيموا لا بد أن يكون أن يعين بعضهم بعضاً على الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي أن المسلمين يعين بعضهم بعضاً على الثبات على الطريق القويم وأن الإنسان بنفسه بمفرده ضعيف ولكنه يتقوى بمن هم معه يتقوى بمن هم معه فهو يتقوى بمن هم معه على الاستقامة ولذلك جاء في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة ركب في الحديث والشيطان من الثلاثة أبعد يعني بمعنى كلما كثر العدد كلما كانوا عوناً لبعضهم البعض على الاستقامة فجاء الأمر بالاستقامة بأن يكون ومن تاب معك هذه تحتم المعنيان معنى ومن تاب معك فليستقيموا ومن تاب معك فيعين بعضكم بعضا على أن تكونوا على طريق الاستقامة هذا وأيضا في التوبة لابد أن نفهم أن التوبة فردية وجماعية وأن التوبة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم واصحبه جماعة وهذه التوبة الأعلى هذا المقام الأعلى للتوبة في غزوة أحد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أحداث أحدول أصحابه وإخوانه من الصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم والمعنى فراجعوا أنفسكم وانظروا أين أخطأتم وأين أخفقتم وأصلحوا الخطأ وسدوا الخلل وعودوا إلى حالة الاستقامة الكاملة بالتوبة والمراجعة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعود لكم النصر الذي وعدتم به فالتوبة المأمور بها هنا ومن تاب معك هي على مستويين توبة الجماعة بنظرها في أحوالها وتقييمها لتاريخها والقريب والبعيد وواقعها ويعني إعادة تجديد نفسها وتوبة الأفراد في تجديد العهد مع الله عز وجل والاستقامة الفردية على المنهج والذي لا يملك قدرة التوبة والذي لا يمارسها دائما هو يقينا بعيد عن الاستقامة لكن لو رجعنا إلى السياق الزمني لهذه الآيات هذه الآيات كما ذكرت نزلت في مكة في ظرف معين ومن تاب معك هنا تشير إلى هذه الفئة المؤمنة في ذلك الوقت ولذلك تكون التوبة في حالتهم هي أنهم تركوا الشرك وأسلموا وأقلعوا عن نمط من الحياة جاء الإسلام ليلغيه ويستبدله بما هو أفضل منه وإن كان بالعموم التوبة هي أشمل من ذلك لكن في سياقها الزمني هي تعني هذه الفئة التي آمنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في أيضا في معنى ولا تطغوا طبعا جاء الأمر بعد الثبات الأمر بالاستقامة جاء الأمر بعدم الطغيان مباشرة كلنا نعرف أو المعنى الذي يتبادر للذهن الطغيان هو حالة الظلم والاستبداد ولكن ليس هذا هو حالة التجاوز أي تجاوز فهو الطغيان الطغيان هو تجاوز الحد وأحيانا قد يكون تجاوز الحد فيما يظن أنه استقامة فيما يظن أنه استقامة تجاوز الحد هذا طغيان مثال ذلك الصحابة الذين جلسوا وتدارسوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها يعني شعروا أنها قليلة فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفتر والثاني قال أما أنا فأقوم الليل ولا أفتر والثالث قال وأنا أعتزل النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد عند الصحب الكرام هو مشهد استقامة هم يريدون أن يزيدوا حالة الاستقامة الموجودة عندهم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له أي أنني أشدكم استقامة وإنني أصوم وأفتر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فلا تظن أن المغالاة فيما لم يأمر به الله عز وجل فيما تبتدعونه من طرق تشدد على أنفسكم أنه من الاستقامة هذا من الطغيان فتجاوز الحد فيما يظنه البعض أنه استقامة هذا الطغيان لذلك جاء يأتي بعد أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يقومون من الليل كما تقومون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع فلذلك هذا الطغيان البعض يبتدع حالة من الرهبانية حالة من التشدد حالة من الغلو ويظن أنه كلما ازداد غلوا كلما ازداد استقامة وذلك الاستقامة هي معيار دقيق جدا وتحتاج إلى علم وإلى معرفة حتى لا يظن الإنسان أنه بغلو معين يستقيم بل هو على العكس يخرج عن الطريق هو يطغى الكلام الذي يتفضل في دكتورنا الأخير الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه لا أنه جافي ولا أنه متشدد فيه بدي أرجع لكلمة ولا تطغوا بدي أرجع أنا مصر أبقى في قصة سياق القصة هو بحث سياسي بحث كان وبيوقف سياسي مبدئي ولا تطغوا فيه ظلم وقع على الصحابة كبير وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تضييق طعام شراب حتى أكل ورقة الشجر طيب وتمكنتم بعد الظلم الشديد يأتيك العنوان السيد رحمه الله تعالى بيقول الآيات القرآن الكريم كلها إلى ثلاث محاور أساسية تصيح الاعتقاد وتصيح المبدأ وطريقة التفكير الآن هون عابي عالج في النصوص هون عابي عالج قصة مهمة أنت يا مسلم أنت تدعي الاستقامة ووقع عليك الظلم رد الظلم لا يكون بالظلم وهذا من أسمى وأعلى المراتب عندنا في ديننا حتى في سياسة الحرب والسلم أننا في الحرب لا نظلم لا نقتل طفلاً ولا نقتل امرأةً ولا نقطع شجراً ولا إذن ولا تطعه هذه الوصية العالية للمستوى بعد التمكين إصرار على المبدأ في حال القوة بعض الأسخاص ومساويه في حالة الضعف يظهر كل التمسك في المبادئ والقيام أما عندما يكونوا قوياً لذلك الآية وفسرها العلماء في قصة بني إسرائيل وإن جيناكم من آل فرعون يسهمونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء قال بلاء عائد ذلكم عائد على ماذا؟ عائد على النصر ما عائد على القتل واتق واتق لأن الصبر بعد النصر والصبر على النصر على المبادئ والتمسك بها بعد الانفتاع عن الدنيا أمر أصعب من الصبر على الهزيمة لذلك هنا يأتي ولا تطغوا فيه هذا ما رد إلى أن المسلمين هم في جهادهم كله يجاهدون من أجل إقرار المبدأ في الأرض ومن أجل إقرار الاستقامة في الحياة ولا مجال هنا لشيء من السأر الشخصي ولا مجال هنا لشيء من حظوظ النفس نبي صلى الله عليه وسلم بعد التمكين كان يحرس هذه المعاني حراسة دقيقة وأمينة في الألفاظ في اللفتات الصغيرة عندما يدخل عكرمة على إخوانهم من الصحابة فيريدون أن يمازحوه فيقولون مرحبا بابن عدو الله فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الغضب في وجهه ويقولوا لا تقولوا هكذا ولكن قولوا مرحبا بابن سيد قومه لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء لا تعيدوا لنا عدوات الجاهلية تلك صفحة طوية نحن الآن نبني حضارة ونكر عدلا في الأرض ونقيم دينا في الناس لا نريد أن ننجذب إلى الإحن وإلى المرارات التي رأيناها في مكة وأن نعيش أسرى حالة الصراع التي كانت موجودة في مكة الغاية أجل وأعلى وأكبر من ذلك أنا أعتقد أن الآية فيها معنى مهم جدا هي أن الحديث عن الاستقامة هو حديث أو أمر من الله تبارك وتعالى في حالتين حالة الضعف وحالة القوة الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك سواء كنتم أقوياء فلا تضغوا أو كنتم ضعفاء محتاجين فلا تركهم فلا تركهم فالإنسان في حالتيه قوة وضعفا لا يمكن أن يصلح حاله إلا بالاستقامة ثم يقول إن الله بما تعملون بصير مطلع على تصرفكم في حالتي القوة والضعف فإياكم أن تحيدوا عن الاستقامة أقوياء كنتم أم ضعفاء لأن الإنسان إذا قوي يحيد عن الاستقامة بالظلم وإذا ضعف يحيد عن الاستقامة بالاستجداء بالرقول للذين نصر بالإنبطاء جميل وحتى دكتورنا على المستوى الفردي هذا المعنى صحيح فعبادة الشدة اليقين والثقة والأمل في الله هذه الاستقامة هنا ليس اليأس والقنوط اللي هو داعي النفس في هذه الحالة وعبادة السعة والعطاء الخوف من الله عز وجل والإخبات إليه هذه حالة الاستقامة الإنسان لا يسلم نفسه لضغوط اللحظة التي يعيشها إنما يبحث عن خيط الاستقامة في هذه الحالة فيلزمه حتى ينجو بنفسه وسألنا الدكتور عزام قبل بدء الحلقة يعني هل من أحد عنده قصة تتعلق في الآية يعني أنا لم أجيبه لكن عندي قصة مع السورة يا سيد الدكتور عزام يعني أثارني الدكتورنا في فترة السجن الطويل وفي الأزمة الشديدة من جوع وعطش وخوف وحرمان وضرب وإذا كنا نعيش في معاني سورة نقرأها نقرأها من البداية إلى النهاية لا ركونا ولا خضوعة ولا خنوة لذلك قلنا وحقك يا إلهي ما ضعفنا وما دخل الونا للقلب آنا وما هانت بوجه الظلم نفسهم وما خارت وما ضعفت قوانا الجميل في سورة هود كما قلت أنا قربت كثير كثير لواقعنا الذي كنا نعيش به لذلك وانت ماشي بتقول وقال ركبوا فيها بسم الله نجريها ومرساها كما قلنا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركنا شديد عم يتكلم عن هالقصص هاي وكلنا بالنهاية نجاة وهلاك نجاة وهلاك فهذا الكلام مهم أنا كنت عم يتكلم عن قصة تصحيح المفاهيم تصحيح المفاهيم في هذه السورة بعد الأزمة الشديدة حتى قد تحدث لوثة عند الدعاة وعند بعض المفكرين وعند بعض الإسلاميين وعند بعض الجماعات الإسلامية هي حاصلة في أزمتنا هذه في حاصلة تمام هذه اللوثة هذه اللوثة أنه أخي ممكن الحال نكون نشرح ثيابنا بيبدأوا يخلعوا الثياب بعد ما بيخلعوا الثياب بيصيب مشكلة لذلك عبيعالج هون شو عبيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا طيب إذا ركنت أنت متوقع بممكن يكون مخلص هذا الركون ممكن يكون مخلص لكنه أخطأ الطريق ولا تركنوا إلى الذين ظلموا طيب النتيجة عددنا ياهن الله سبحانه وتعالى قال إذا حصل ركون ماذا يحصل وعلى فكرة الركون هو الميل القلبي اليسير سمع سعونا شيء الركون هو الميل القلبي اليسير هون ممنوع كيف أكبر صير أخطأ قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هلأ أنت الركون هادول المخلصين أنا عبقول للمخلصين الركون كان سبب شو هو نصرة الدين باعتقادهم وجلب مؤيدين وأنصار وأولياء مهيك هادول المخلصين وأثبرون النجاة في الآخرة قبل ما نحكي عن النجاة في الآخرة خلص نجاة في الآخرة من تي لكن أنا متكلم عن الاجتهاد الحركي عندما يجتهد القائد في مسألة معينة ونظن أنه مخلص يجتهد في مسألة معينة وبيحصل جزء من الركون القصد فيه هو تقويت الجماعة وتقويت أنصارة ونصرتها تمام لذلك أتى يعالج هذا المبدأ فيقول له ولأمثاله ولا تركوا إلى الذين ظلموا فتمساكم النار هاي النتيجة الأخروية لكن النتيجة الدنيوية وما لكم من دون الله من أولياء حتى لو ظننت بهذا أن من ركنت إليهم في هذه العلاقة حتى لو ظننت فيه حتى لو بدى لك في هذا الموقف أنها نصرة على المستوى الاستراتيجي البعيد لا يمكن أن يكونوا هؤلاء أولياء إذن قال ولا تركوا إلى الذين ظلموا فتمساكم النار وما لكم من دون الله من أولياء مستحيل 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 يكونوا هؤلاء أولياء ثم قال بعد إكمال الآية قال ثم ولم يقل ولا تنصرون ثم تفيد التراخي تفيد الترتيب على التراخي على المدى البعيد لن تنتصر لا يمكن هذه السلوكيات تنصرك إياك أن تلوث هذا المبدأ والفكر في المهادنة والركون للظالم مدعيا ومعتقدا ومزينا لك الشيطان أن هذا الطريق ينصر هذا الدين وينصر هذه هذه المسألة بدها شوية تحرير طبعا لأن هناك مواقف يضطر الإنسان فيها إلى أن يتفاوض إلى أن يساوم هذه ليست الركون المقصود هنا في هذه أنا أعتقد أن هذا يحرره أصلا اللفظ نفسه أن الله عز وجل قال وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا معنى الركون الركون جاء من كلمة الركن أو آوي إلى ركن شديد لاستناد يعني الركون الركون هو حالة اعتماد تامة ليست لا مجرد حالة تواصل وليست مجرد علاقة وليست مجرد لا هي حالة جميل اعتماد على هؤلاء الذين ظلموا أنا أتصورناها أكثر من ذلك ليش؟ لأنه لما قال إلى الذين ظلموا هذا الركون فيه نوع من الموافقة على الظلم تمام وإلا لماذا الخطيئة؟ الخطيئة في أنك هؤلاء ظالمون وأنت تقرهم على ظلمهم وبتنازلك هذا تشترك معهم طبعا هو هو ليس ركون فقط ركون عندما يأوي الإنسان إلى ركن شديد هو يأوي إلى حالة يؤمن بها يعتمد عليها الركون إلى الذين ظلموا هو حالة إيمان بظلمهم يعني نأخذ مثلا نموذج عملي الآن الطاغية الذي يطهد الناس وينكل بهم ويعذبهم ويقتلهم ويقطع أوصالهم ويغدر بهم الذي يأمر بهدك الأعراض أولئك الذين يظنون أن بممالأته من خلال ممالأته ومن خلال مسايرته والإشادة ببعض حسناته هم يفعلون خيرا بينما في حقيقة الأمر هم يقرونه على ما يفعل من ظلم على ما يرتكب من مظالم خاصة زبدأ بوفته يعني لحية ولفة وقعد على الكرسي وأفتعله هو هذا الذي يعين لذلك حتى العلماء لما تكلموا عن هذه الآية هم يتكلمون عن أعوان الظلمة بأن الإشكال في أعوان الظلمة الإشكال لماذا يكمن أصلا في أعوان الظلمة يكمن الإشكال في أعوان الظلمة أن هؤلاء يعطون للظالم شرعيته أولا أنه لما يرى حوله أناس يساندونه في ظلمه فهو يشعر بشرعيته فلو انفض الناس من حول الظلم لرأى أنه منبوذ منهم ولتزعزع كيانهم فأعوان الظلمة سواء كانوا علماء أو تجارا أو سياسيين أو كتاب أو إعلاميين أو فضائيات هؤلاء الذين يعينون الظلمة فيركنون إليه ويساندونه ويستندون إليه هم يساندونه من حيث يظنون أنهم يستندون إليه هؤلاء جميعا هم سبب قيامه فلولا وجودهم لما قامت للظالم وللطاغية قائمة فهم يتحملون مسئولية وجوده ومسئولية ظلمه دكتور أنا أتصور أنه عندنا مستويان في هذه المسألة مستوى آية هود الركون هذا وأتصور من سياق الآيات أنها تتحدث عن صاحب حق يتنازل عن بعض مبادئه وسوابت حقه من باب درء المفاسد كما يظن ومن باب كف شر الأعداء كما يتوهى وهذه حالة لها سياقها ولا أحكامه وفي حالة تانية الذين اختاروا طوعية أن يكونوا جزءا من معسكر الظالمين هؤلاء من الظالمين مباشرة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم لا يسارعون إليهم هم ليسوا طرفا ثانيا هم جزء من مكون الظلم أصلا يسارعون فيهم هم جزء من بنيان الظلم في الأرض آيات هود في تقديري تتحدث عن النوع الأول عن أصحاب قضية الحق لأن الخطاب بها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إياكم في لحظة الضعف وفي لحظة شدة الطغيان والاستبداد الذي يمارسوا أعداؤكم أن تفكروا في التنازل لهم قيدة أدملة فإن طبيعة الظالمين وهذا ملمح مهم جدا في الآيات طبيعة الظالمين في الأرض أنهم لا يقدرون من يتنازل عن مبادئ لأجلهم لا يتخذون هوليا الآية تقول إيه تركانوا إلى الذين ظلموا النتيجة المتوقعة في عقل يركان أن هذا الظالم سيكون له ركن سيكون له وليه سيكون له حماية ويعتبر وحذاء في رجله شوف وما لكم من دون الله من الأولياء لن يكونوا لكم أولياء لن ينفعهم هي ليست بالضرورة أن يكون صاحب حق أحيانا قد يكون إنسانا ضعيفا قد يكون خائرا اليوم عدد كبير جدا من الذين يساندون الظلم أو يركنون إليهم إذا نظرت إليهم وجلستهم ستجدهم يسبون هذا الظالم ويجتمونه ويلعنونه لا عزر لهم ولكن عندما تسألهم طب لماذا تساندونه سيقولون لك نحن طرون فكرة الاضطرار هذه هي حالة بريرية وليس اضطرارا هو حالة ركون للذين ظلموا بسبب الجبن وبسبب الخوف وبسبب الخور وهؤلاء هم الذين ساندوا الظالم لذلك لما سئل الإمام الغزالي الإمام الغزالي كان متشددا في قضية أعوان الظلم وفي الذين يركنون إلى الظالمين فلما سأله أحد الشرط قال له هل نحن من أعوان الظلم هل نحن من أعوان الظلم قال لا بل أنتم من الظلم أعوان الظلم الذين يخيطون للسلطان ثوبه ويخصفون له نعله هؤلاء أعوان الظلم يعني بمعنى الذين يساندونه في أبسط الأشياء هؤلاء أعوان الظلم أنا أريد أن أعود إلى فكرة نفسية هؤلاء الظلمين عبر التاريخ كما يبين القرآن الكريم لم تجد أبدا واحدا خان قومه ولا خان بلده ولا خان دينه لحساب ظالم إلا وأذله هذا الظلم في أقرب فرصة أقرب مناسبة عبر التاريخ كله نعم ماذا حدث لابن العلقمي عندما كان سببا في زبح الخليفة العباسي وسقوط الخلافة العباسية وسقوط عاصمة المسلمين وزل كما لم يزل أحد من الناس يا سيدي ليش نروح لابن العلقمي أيوة ماذا فعل السيسي مع المخرج الذي زور كل أحداث أحداث الإنقلاب الظالم وحول هؤلاء الألاف إلى ملايين جراسوا في أول مناسبة ألم يذله ألم يظهر له أفلاما يسرب ثم جعله يفر ليس هذا فقط وكل من عاونوه هكذا سنة الله في الطواغيب وفي أعوان الطواغيب بس أنا أرجع لموضوع الركون هذا الحقيقة هذا غاية في الخطورة ومرهب تمسكم النار لأننا نكون في مواقف نبرر لأنفسنا بعض الأمور يعني مثلا واحد يقول لك والله يا أخي أنا إلي مصلحة في البلد الفلاني أنا ما مستطيع شيء مثلا يعني هم صحيح قتلوا الخاشقجي وقطعوا أوصاله وعملوا معاه لكن إحنا لنا مصلحة يعني فليس لنا يعني لا يفيدنا أن نندد بذلك أو حتى أن نذكره فمثل هذه الفئات كثيرة جدا في مجتمعنا في يومنا الحاضر هذه الفئات دون أن تدرك تعطي للظالم ولهذا الطاغوت مزيدا من الإصرار على ظلمه فيتمادى أكثر وأكثر وقد شهدنا أنه بعض الناس الذين سكتوا في مراحل الآن انتهى بهم وطاب أصبحوا ضحايا إما هم في السجون أو هم في المنافي يعني ينبغي أن يراجع كل واحد منا نفسه فيما يركن فيه للظالمين أو قد ينزع فيه إلى الركون للظالمين لأنه حاجة في غاية الخطورة فتمسكهم النار والعياد بالله الأخطر من الركون للظالمين بس مساندتهم أنه هو يعني لا يعلن موقفا منهم الأخطر من هؤلاء أن يأتي أناس بثوب الشرعي فيلبسون طغيان هذا الطاغية وظلم هذا الظالم أحكاما شرعية أو يعطون لهم يقولون هذا عمر بن الخطاب أنه ليس فقط عمر بن الخطاب عندما يأتي من يقول بأنه ما جرى مع خاشقجي هو التكرار لما حدث بين خالد بن الوليد ومالك النويرة لا أنا أظن أن هذه الفئة مختلفة أنا أظن أن هذه فئة منافقة طبعا على قلوبهم النفاق يعرفون في قرارة أنفسهم أن ما يقولونه باطل لكن أنا أخشى على أمثالنا ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا هاي الخوف أنه أنت تتورط في تنازل عن قيمة سامية عن مبدأ أساسي توهما بأن المصلحة تقتضي ذلك دكتورنا نرجع أقول أنه منذ الاستقامة تعريف الاستقامة كما يرفع علماء المسلمين بشكل عام الاستقامة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى لها شرطا وهو شروط الصواب النية الصادقة مع الصواب مع تحري الصواب الذي هو قائم على الكتاب والسلمي النية الصادقة لا تكفي في النجاة آه صحيح والعمل اللي هو شروط صحة الأعمال تمام تمام والعمل دون نية صادقة لا يكفي وبالتالي العمل التحري فيه أطلاق كلمة ركون بدنا نحكي عن طرفين وحكاهن أخي محمد القسم المغالي اللي صار يفهم كل كلمة وكل تواصل وكل حوار على أنه ركون على أنه ركون وبدأ التكفير تحت الولاء والبراء وهذا خطأ شديد وقسم آخر دخل فيه في مجال آخر بدأ بحسن نية وأنا مع الدكتور أنه هذه الآيات تتكلم عن الجماعة المسلمة وعن المسلمين والمؤمنين القسم الآخر اللي هو متشابك مع الظلمة بشكل كبير ربما يكون لهم في مواطن أخرى في الكتاب أخرى أما هنا هذه الآيات ودللوا على ما أقول قال فاستقم طيب ولا تركنوا بعد ولا تركنوا مباشرة شو قال قال وأقم الصلاتة طيب إذا ضاقت علي كثير كثير هو بيرجع بيقول شو عبي ساوي عبي وضع لك الحلول الله سبحانه وتعالى بيقل له ما عليش صبور 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 من خلال الضغط عليك طيب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وما لكم من دون الله يمن الأولياء ثم لا تنصرون طيب الحل يا رب الحل قال وأقم الصلاة هل واو هي معطوف على مقدر محذوف قبلها وأقم الصلاة أي استمر بالصلة مع الله طيب أقم الصلاة قبل معطوف على ماذا تمسك بربك تمسك بدينك تمسك بمغادئك وأقم الصلاة واستمر بالصلة مع الله تعالى إذن وأقم الصلاة طرفين نهاري وزولفا من الليل وإذا يعني خطرت لك خاطرة بقلبك إنه ممكن هدول الظلم يساعدون إن الحسنات يذبن السيئات لذلك هني قال ومن تاب معك إذا في حدا من المجموع اللي كانوا موجودين معك فكروا إنه ممكن شوية تصالح مع الطغاة المسألة بتصوّب الجماعة وبتقوّي الجماعة المسلمة قال ومن تاب معك جدد التوبة وثبتوا على المبدأ لذلك قالوا أقم الصلاة طرفين نهاري وزولفا من الليل إن الحسنات يذبن السيئات ذلك ذكرى لذاك والجميل مثل ما قلت دكتورنا أنه الخطاب الأول كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية السورة ثم سر عنه في القصص ثم عقب عليه في الجنة والنار ثم بدأ يعالج المسألة معالجة بنصائح واضحة كيف؟ واحد نين ثلاثة أربعة خمسة وبالتالي مجموع المسألة الولاء والبراء ومسألة الطغيان والاستقامة هذه المسائل تتعلق بأحكام شرعية هي ليست معانم تطلق يفهمها من يشاء كيف ما شاء لا هي منضبطة ضمن أحكام شرعية مثبتة بأصول ديننا وهذه المسألة الأممة مثل ما قلت الولاء كلمة الولاء إلى تفسيرها ما فقط أن الولاء يعني الحب والنصرة والطاعة طيب في آليات معينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد الصحابي الذي أتى إلى المدينة ورده مع المشركين لو كان بزماننا هذول جماعة التشدد قالوا عنه أكيد ربما خرجوه من الدين فقصة فهم الولاء وهو صار خلاف على صلح الحديب لو لأنه أمر إلهي وإلى عمر رضي الله عنه أحتاجها وأحتاجها وإلى عمر رضي الله عنه لما استدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة الفتح وذهب الداعي إلى عمر في قيمته ليلا قال عمر ما شككت يومها أنه قد نزل فيه قرآن فإن كنت لأعترض النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه هو أقول له يا رسول الله لا أخلي عنك لن أتركك تذهب إليهم سأمنعك بالقوة يعني ويقول خلي عني يا عمر فلما تكررت منه هذه المسألة وأرسل النبي أدعوه مساء قال ما شككت أنه قد نزل فيه قرآن يفتحني ويقول أن عمر من المنافقين مثلا لأنه اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجرأة ثم تنزل الآيات تنزل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتح مبين الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجرى صلح الحديبية هو طبعا يقينا ليس هذا ركونا للظالمين هو ما زال في خندقه نعم وما زالوا في خندقهم لم تختلط المسألة لم نصر شيئا واحدا يعني ثم إنه حاول أن يلتمس ما فيه مصلحة الأمة في ذلك الزمان بجهاده وبتأييد الواحد بطور أنا أعتقد والله أعلم أن صلح الحديبية لا يقاس عليه شيئا نعم لأنه بأمر إلهي نعم صحيح ولو أنه كان مناطة اجتهاد وشورة والرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يستشير وشاورهم في الأمر هذا لم يكن محل شورة لماذا؟ لأنه نزل به الأمر من السماوات العلا صحيح لعلم الله تعالى بأن هذا يؤسس لفتح عظيم صحيح وليس هذا بذكاء أحد من البشر ولذلك لا يقاس على صلح الحديبية وطبعا يعني دعني أقول أنه يمكن أنه يستفاد منه لكن وحي هو وحي وحي يستفاد منه يستفاد منه لا شك ولكن لا يعني لا يستطيع أحد أن يقول سأبلي صلح الحديبية السادات فعل ذلك السادات ادعى أن كام ديفيد هي صلح الحديبية كذب وكذب من ناصره في ذلك ولذلك دعني أكتور اسمح لي مسألة تقدير المصلحة الشرعية والحكم الشرعي في مثل هذه الأشياء من المسائل الدقيقة جدا التي ينبغي أن لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص والعلم الراسخ وجبع كمان والعلم الراسخ في فنون شدة العلم الراسخ في السياسة أنا قصت أنه لو كان الأمر محل شورى لما صار صلح الحديبية لأن ميل الناس في ذلك الوقت كان ضد هذه الفكرة بعد زمن النبوة المباركة لا نملكه إلا الاجتهاد البشر كونه وحي أقر يصمط منه للأجال لكن أنا بدي أرجع هيكس منه بسريع على الحالة الأزمة التي كانت قال استقم وتب ولا تطغوا وأقم الصلاة وأقم الصلاة طيب بعدين قال وصبر بدي صبر طيب بعد الصبر شوفي في كلام بغاية الأهمية هي البشرى العظمى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين هم نحن بيحكى الآخرة فإن الله المحسنين المتقنين لأعمالهم المراقبين الله في أدائهم المستقيمين على الطريق ستأتي النتيجة بالنصر والبشرى إذا صبروا إذا صبروا إذا صبر قال وصبر وإذا استقاموا استقاموا وصبر وتوبة وعدم ظلم فإن الله لا يضيع اشتركوا في القناة